إذا أفلتت هذه المحاصيل من الجفاف فقد لا يتسنى لها الإفلات من قبضة العواصف والفيضانات فلم يعد هناك موضع على هذا الكوكب الأزرقي إلا ولحقه التغير المناخي وبشكل لم يعهده في تاريخه المنتدى الاقتصادي العالمي يلتحق بركب المنذيرين من الأضرار التي سيخلفها التغير المناخي والذي سيلقي بظلال ثقيلة على محاصيل زراعية مهمة اعتاد المستهلك على ابتياعها بأسعار مقبولة فقد أدى الصيف الطويل المصحوب بحرارة عالية وجفاف غير مسبوق إلى الإضرار بمحصول الزيتون في منطقة حوض البحر المتوسط ليرتفع سعر الزيت إلى أعلى مستوياته على الإطلاق وهو الأمر الذي عزاه المنتدى إلى انخفاض معدل الهطول المطري وارتفاع الحرارة إلى أكثر من معدلها بنحو ثلاث درجات في بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا التي تضررت أيضا من تدني إنتاجها من الأرز الذي بلغ أدنى حصيلة له في 23 عاما في الهند أدت الأمطار الموسمية المتأخرة والغزيرة إلى إطلاف محصول الأرز لتضطر نيودلهي مكرهة إلى وقف تصدير المنتج الأبيض غير البسمتي أما تايلند فهي تعاني من انخفاض معدل الأمطار الذي أثر على إمدادات سادس أكبر منتج في العالم المزارعون في كاليفورنيا الذين يشعرون بوطأة الجفاف أكثر من أي وقت مضى اكتفأوا هذا الموسم بنصف معتاد على غرسه من الأرز بعد أن تعرضوا العام الماضي إلى خسارة قدرها 700 مليون دولار وفقدان 5300 وظيفة مرتبطة بنشاطهم ظاهرة امتدت من منطقة الساحل الغربي إلى وسط الولايات المتحدة الأرجنتين المتعثرة والتي تبحث عن قروض من صندوق النقد لوقف مسلسل تداعي اقتصادها تتوقع خسارة 44% من عوائد فول الصوية بسبب الجفاف الشديد لتزداد هموم البلاد التي فقد قطعها الزراعي 10 مليارات دولار بفعل تردي إنتاج القمح والذرة فضلا عن الصوية العالم من أقصاه إلى أدناه يسعى إلى احتواء الضرر الذي خلفه التغير المناخي فهو يعلم بأن الأسوأ لم يأت بعد خصوصا إن تعذر على ملايين البشر الوصول إلى السلع الغذائية التي اعتادوا على رؤيتها على موائد طعامهم